الكتاب بيعطي طبعا مقييس لحجم الفولك ممكن شاركنا الكتاب بيقول لنا الكتاب المقدس بيقول أنه كان 300 زراع في 50 زراع في 30 زراع يعني 300 زراع مع الارتفاع 30 زراع بالأمطار 137 متر 24 متر عرض حوالي 14 متر طول فالأبعاد دي هي الأبعاد السبتة للجسم السفينة دي زي أكبر الشاحنات اللي بنشوفها دلوقتي وكان فيه دراسة عملت في كوريا في 1992 دي ناس مش مؤمنين بالكتاب المقدس ناس بيعملوا دراسة بس على الستابلتي بتاع الفولك يعني إيه إزاي بقى ثابت فحطوا أشكال هندسية مختلفة حطوا مكعب وحطوا أشياء مختلفة لحد ما حطوا المقاسات بتاع الكتاب المقدس هي دي المقاسات اللي تدي الستابلتي اللي تدي السبات بتاع هذا المركب عشان ما يتقلبش موسيقى 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 موسيقى